بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عمل بسيط إذا ما قمت به وكنت تشعر به تقول الملائكة لك في يوم القيامة لا سبيل أمامنا إلا أن ندخلك الجنة لا سبيل لابد أن تدخل الجنة لذلك هذا العمل علم عليه أولادك وعلمه لمن تحب واخبر به من تحب عمل بسيط جدا ونحن بحمد الله عز وجل من حيث نشعر أو لا نشعر نقوم به دائما ولكن من الجميل أن نكون مصداقة لقول الإمام علي عليه السلام عندما قال لكوميل يا كوميل أنت تحتاج في كل خطوة إلى معرفة أي بمعنى أي تصرف حسن يصدر منك عليك أن تعرف قيمته عند الله سبحانه وتعالى قيمته عند أهل البيت عليه السلام لتكون أولا على بيّنة من رحمة الله عز وجل وثانيا لتتمسك دائما وأبدا بهذا العمل كثير من الأخوة والأخوات يتركون بعض الأعمال الصالحة والحسنة من العبادات والطاعات لغير ذلك لأنهم في بعض الأحيان لا يقرؤون مدى ثوابها عند الله سبحانه وتعالى كيف تنقل حياتهم من حال إلى حال لذلك نجد أن أهل البيت عليه السلام دائما وأبدا يقدمون الآجر قبل أن يتكلموا عن صلاة معينة مثلا من صلى هذه الصلاة له كذا وكذا وكذا إذا أحببت أن يكون لك كذا فصل هذه الصلاة يقدمون الآجر في بداية الرواية أو يضعون الآجر في نهاية الرواية لكي يشدوا قلبك على الاستمرار بهذا العمل ولتعرف مدى قيمة الإسلام ومدى سنن النبي صلى الله عليه وآله كم تحمل من الرحمة والمنزل عند الله على كل الأحوال رجان استمع رجان استمعي إلى هذا العمل البسيط الذي تقول لك فيه يوم القيامة الملائكة لا سبيل لنا لا خيار لنا يعني لا سبيل لنا أمامنا ولا خيار أمامنا إلا أن ندخلك الجنة وكذلك أنت لا سبيل أمامنا إلا أن ندخلك الجنة ورد في كتاب جامع الأخبار الباب الثامن الفصل الثالث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال ما من مؤمن يحب الضيف إلا ويقوم من قبره ووجهه كالقمر ليلة البدر فينظر أهل الجمع في يوم القيامة فيقولون ما هذا إلا نبي مرسل فيقول ملك هذا ليس بنبي مرسل بل هذا مؤمن يحب الضيف ويكرم الضيف ولا سبيل له إلا أن يدخل الجنة لا سبيل له سبيل آخر ماكو سبيل عند الملائكة ماكو لا سبيل ولا طريق آخر إلا أن يدخل الجنة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نحب الضيف وأن نكرم الضيف وهذه العادة بحمد الله عز وجل لدينا جميعا فعلينا أن نعرف قيمتها عند الله سبحانه وتعالى من الآن عندما تكرم ضيفا وتحب قدوم الضيف إلى بيتك فاعلم أنك في يوم القيامة لا سبيل لك إلا الدخول إلى الجنة والملائكة عندما تراك يرونك وكذلك الجمع يراك بنظرة النبي المرسل ثم يقولون لا سبيل لفلان إلا أن يدخل الجنة برنامج صباحة الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر